مهرجان سماع كانت معرفتي مع المدير بتاعه الدكتور انتصارة بالفتاح تعرفت عليه عن طريق أحد الموسيقين هو هنا في أحب وجهه كمان تحييت الدكتور أنور المنسي فكانت معرفتي عن طريق الدكتور أنور المنسي والدكتور أمير عبد المجيد كمان فسبحان الله أنا كانت يعني معرفتي بدايت معه في قبة الغوري اللي في شارع الأزهر نص البلد تقريبا وعملنا حفلة وحفلتين وثلاثة بعدين نحن بدأنا في طبعا هذا الكلام في عام 2014 نحن هلأ 2016 فنحن بدأنا بأول مهرجان بعام 2014 كانت مشاركة كتير رائعة يعني وجميلة جدا لأنه كان في تعدد الثقافات يعني نحن بالنسبة أننا أنا أهوى أنه أنا كون يعني أني إنشد وهذا الألوان اللي نحن عم ننشدها أنه إنشدها وأخذ حتى برضو الثقافات اللي الفرق التاني والدول التاني وفعلا في كتير أشياء أنا أخدتهم يعني أخدت يعني استفدت منها أنه المزيج اللي صار مزيج رائع يعني عبر عن وحدة لغة اللي هي لغة العالم يسموها لغة الموسيقى فهي كان مزيج رائع بين الألوان اللي كانت اللي أنت حضرتك شفتها وكل الناس شافوها موسيقى